هي اللعبة ذاتها التي تمارس منذ سنوات وهي الوجوه الكالحة نفسها التي تسعى لاختيار رئيس لحكومة المحاصصة على وفق لعبة الكراسي الموسيقية شرطها الوحيد أن يكون للفائز بها إيراني الهوى والتوجه قبيل انتهاء المهلة الدستورية لتقديم رئيس الجمهورية مرشحا إلى البرلمان للتصويت عليه والتي تنتهي منتصف ليل ثلاثاء المقبل تسعى الكتل السياسية لطرح أسماء لخلافة عدل عبد المهدي في ظل استمرار الحراك الإيراني للضغط على كتل عدة من أجل تسمية القيادي في حزب الدعوة محمد الشيع السوداني رئيسا للحكومة بالتزامن مع قيام الأخير بتقديم استقالته رسميا من الحزب وائتلاف دولة القانون الذين يتزعمهما نوري المالكي في محاولة أخرى للالتفاف على تحفظات أبدتها جهات سياسية على ترشيحه باعتباره قياديا في حزب الدعوة وليس مستقلا مصادر سياسية كشفت عن إمكانية طرح اسم رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي في حال لم يحصل توافق على السوداني بينما يتمسك تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحجد والأكثر قربا من إيران بما يقول إنه حقه في تسمية رئيس وزراء جديد ويرفض فكرة اختياره من قبل المتظاهرين أنفسهم متجاهلا حقيقة أن هذا التغيير ما كان له أن يحدث لولا التظاهرات التي أجبرته وسواه من الأحزاب على الرضوخ وقبول استقالة عبد المهدي وستجبرهم على تحقيق كل أهداف الثوار بموازات ذلك كشف النشطاء في التظاهرات عن إيصال رسالة لرئيس الجمهورية برهم صالح الغائب عن الإعلام منذ أيام عبر مكتب بعثة الأمم المتحدة تفيد برفض المنتفضين ترشيحات الطبقة السياسية وتحذر من استفزاز المتظاهرين بحكومة تحمل لمسات إيرانية أو أمريكية مشددين على ضرورة وجود إشراف أممي في أي عملية انتقال سياسي لأن الثقة معدومة بين الشارع والقوى السياسية وإتي ذلك مع استمرار نجاح المتظاهرين في حشد أعداد ضخمة في الساحات والميادين ما أجبر القوات الحكومية على الاستنفار مجددا والنزول بكثافة وحملت ساحات التظاهر شعارات تؤكد رفض محاولات المماطلة والالتفاف على مطالب الثورة وأولها رحيل زمرة المنطقة الخضراء بكل عنوينها ومسمياتها ووجوهها التي أطلت منها منذ ما يقرب من 17 عاما